ما هي الأسباب الرئيسية التي أبقت على أسعار اللحوم البيضاء والبيض في ارتفاع مستمر بالرغم يعني من الإعفاءات الضريبية الممنوحة من طرف الدولة؟ فعلاً الأخ عبد القادر الجزائر طوال سنة 2023 لوحظ ارتفاع كبير في أسعار اللحوم البيضاء والبيض وتقريباً كانت هناك ندرة في هذه المادتين والأسعار ليست في متناول المواطنين الجزائريين طبعاً ما رد هذه القضية أولاً إلى عدم كفاية الإنتاج يعني لا توجد حظائر كثيرة تقوم بعملية إنتاج الدجاج الموجهة كلحوم بيضاء وأيضاً الدجاج البيض يعني لا يوجد إنتاج كبير نوعاً يعني هناك عدة حظائر توقفت عن العمل وهذا طبعاً راجع ربما يعني كما يقول المربيين إلى ارتفاع أسعار الأعلاف أيضاً أسعار الأدوية يعني هناك يعني عدة أشياء وأيضاً عدم وجود العمالة المتخصصة في هذا المجال نعم ترجمة نانسي قنقر